إذن القصة وما فيها بدأوا البداية خارطة معلومات فهم الآن هذا أن تسأل هل بالفعل قادرين هم أي هدف للحوثين الآن سيتعاملوا معهم سواء قيادة سواء مركز سيطرة سواء منصات لكن هل أصبحوا لديهم منك أهداف شامل لأماكن القيادات وأماكن الصواريخ ومنصات طيب في قيادات الآن كما تظهر وتصرح ولديها أماكن معروفة وتحركات معروفة من نسبة للحوثين هل هم من ضمن هذه الأهداف أم يريدون قيادات معينة تقوم بإصابة هذا الكيان بكاملة بمقتل لا شك أنهم سيركزون على القيادة الأولى الثمنطاعش المعروفين للمجلس قيادة المجاهدين وهذه الثمنطاعش تسعة إيرانيين لبنانيين وتسعة يمنيين هذا في اليمن هذا في اليمن هم الثمنطاعش هذا ما يسمى قيادة الظل القيادة الخفية هذين الثمنطاعش هم الذين يحكمون اليمن هؤلاء الثمنطاعش من ضمنهم عبد المدك طبعاً التسعة اليمنين ثم يساعدهم الستة ستة المستشارين من ضمنهم السفير الإيراني وبعض الخبراء طيب أنت معك الثمنطاعش ومعك ستة الاربع وعشرين هذا الأهم قيادة بعد ذلك يأتي قيادة للصف الأول الحاكم البداني آل الحوثي عبد الخالق هؤلاء كمعلومات اسمية متوافرة هي بالإعلام متوافرة يعني عند الأمريكان وعند الشرعية لكن أين هم تحركاتهم هل هي مرينة ممكن أيضاً التحركات المرينة تمنع استياد الهدف يعني بعضهم في صنعات حصلوا يخزن في بكان ويمشي في بكان يرقود فيه سهولة لكن هم سيقتنسون بالفعل في قادم الأشهر إذا ما استمرت وثيرة المعركة الآن على هذا المنوال نعم سيكون أي هدف سيسجلونه سواء انتيادات أو مناطق